السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا هناخد اليوم ان شاء الله استكمالا لباب الشغل والطاقة والخضرة هناخد بعض الامثلة عشان نقدر نفهم منها ازاي احنا يعني نستوعب هذه الوحدة لان احنا قلنا لما يكون عندنا قوة سابتة القوة السابتة بينتش عنها التسارع السابت في هذه الحالة بنجد انه من السهل ان احنا نوجد الكميات الفيزيائية المختلفة زي الازاحة وزي السرعة وزي التسارع لكن لما يكون عندي قوة متغيرة انا بلجأ للشغل والطاقة عشان اقدر احسب هذه الكميات لابناخد مثال يسحب جسم كتلته عشرين كيلو جرام يسحب جسم كتلته عشرين كيلو جرام مسافة تمانية متر انا عندي يبل ام ااخد انا البرامتر الام تساوي عشرين كيلو جرام يبقى الجسم ده كتلته عشرين كيلو جرام سحب مسافة تمانية متر يبقى الاكس مثلا تمانية متر تمام على سطح افقي خشن يبقى في هذه الحالة مدام سطح افقي خشن يبقى السطح بهذا الشكل مثلا كده او تمام انا السطح ده اه طبعا اه الجسم ده سحب بوسيط القوة مقدارها 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 تمانين نيوتن يبقى الاف تمانين نيوتن اه والقوة بتعمل باتجاه يسنع زاوية مقدارها عشرين درجة يبقى سيتا عشرين درجة مع الخط الافق معامل احتكاك الحاركي مدام سطح خشن يبقى له معامل احتكاك ميو كي ساوي اربعة واربعين من مية تمام اولا يبقى نقرأ المسال تاني كده يسحب جسم كتلته عشرين كيلو جرام مسافة قدرها تمانية متر على سطح افقي خشن تماما في احتكاك بواسط قوة سابتة مقدارها تمانين نيوتن قوة سابتة مقدارها تمانين نيوتن وبتعمل بزاوية مع الافقي مقدارها عشرين درجة ومعامل احتكاك الحاركي اربعة واربعين من مية عايز هو اول اوجد الشغل الذي تبزوله القوة السابتة يبقى اول حاجة كده ايه شغل بواسطة ايه قوة سابت عايزين الشغل بتزيد قوة السابتة طبعا هنا رمز لو رمزنا للشغل بتزيد قوة السابتة بالرمز دابليو ون في هذه الحالة يساوي كام يساوي الاف في الاس او في الاكس مسلا في الاكس كوزاين سيد يعني تمانين في تمانية في كوزاين عشرين هيساوي كام لما نحسبها بالالة الحاسبة في هذه الحالة الشغل بواسطة القوة السابتة تمام اعطوا كل حاجة معروفة معايا ممكن نحسبها مباشرة ممكن نحسبها ايه مباشرة طب الشغل الناتج بواسطة قوة الاحتكاك لو عايزين شغل بواسطة قوة الاحتكاك يبادي بيه شغل بواسطة قوة الاحتكاك الشغل نبدأ اولا باجاد القوة العمودية عشان نوجد الشغل بواسطة قوة الاحتكاك يبعزين القوة القوة العمودية ثم نحسب بعد ذلك قوة الاحتكاك ومع ان الجسم لا يتسارع في اتجاه العمودي على السطح ومن الشكل التالي بنجد ادي نحسم الشكل انا عندي اهو الجسم اهو الجسم ده له وزن ام جي تمام في قوة عمودية الى اعلى ان القوة اللي بيشد الجسم بتعمل بزاوية مقدارها اشرين درجة تمام هنا اف كوزاين سيتا واوجدنا الاف كوزاين سيتا وضربناها في التمانية نجيبها عطول الشغل بواسطة القوة السابتة وهنا في اف ايه لما نحللها هتبقى برضو اف ساين عشرين او ساين سيتا وهنا في قوة احتكاك تجاه المعاكس اف كي الام جي هنا لو بصنا على الام جي هنا اللي هي الوزن تساوي مركبتين للقوة الام جي تساوي تساوي ايه تساوي الان اللي هي القوة العمودية بلاس مين بلاس الاف ساين عشرين لان طبعا الاف ساين عشرين والاف ساين توينتي والقوة العمودية كلاهما بيعمل على نفس خط العمل بتاع قوة الوزن ولكن في اتجاه معاكس يبا كلاهما يساوي قوة الوزن وزن الجسم ولكن في اتجاه معاكس لما نحسبه مع عدول كده يدين ايه نعود عدول كده يديني في هذه الحالة الان اللي هي القوة العمودية تساوي ايه تساوي ام جي ماينس اف ساين توينتي بتساوي اولا الام بعشرين عود تعويض مباشر والتسارع بتاع الجاذبية تسعة بوينت ايت ماينس ماينس كام الاف وهالاف بكام بالاف بتمانين وساين عشرين بكام ساين عشرين باربعة وتلاتين من مية في هذه الحالة هتساوي كام هتساوي مية تمانية وستين وان هندرد سكستي ات بوينت ايت نيوتن دي عبارة عن مين عبارة عن القوة رد الفعل الى اعلى احنا ممكن نحسب على طول تمام اه نحسب على طول ممكن ناخد منها جديدة كده احنا ممكن نوجد خلاص يب احنا اوجدنا قوة رد الفعل بتساوي وان سكس ايت بوينت ايت نيوتن اهي ممكن نحسب منها مقدار قوتي احتكاك ازاي الاف كي او الاف ار بتساوي ميو كي معامل احتكاك في ان يوبا بيساوي عضو المعامل احتكاك الداون اللي هو اربعة واربين من مية حيبا مضروب وان سكس ايت بوينت ايت هيتساوي كام لما نعودها دبا سيفينتي فور بوينت توينتي سيفين نيوتن خلاص يب اوجدنا قوة احتكاك عزيز الشغل بقى اللازي تبزله قوة احتكاك يبا دابلو هنمجزل برمز وان تو عشان احنا اوجدنا الشغل اللي ناتب بقوة القوة السابتة عوضة تعويد مباشر لكن الشغل بوصل قوة احتكاك احنا لابد عشان نوجد الشغل بوصل قوة احتكاك لازم نحسب الان بعد كده منها نحسب الف كي اللي هي القوة اللي بتسبب هذا الشغل هتساوي الف كي في الازاحة اللي هي دي مسلا او اكس مضروبه في كوزاين مية وتمانين ليه كوزاين مية وتمانين لاني انا اسمي الشكل ثاني ادي الازاحة في هذا الاتجاه وادي الاحتكاك في هذا الاتجاه يبا الزاوية بينهم كام مئة وتمانين درجة في هذه الحالة هتساوي كام لما نعود انا عندي اولا الاف كي سيفن بوينت فور بوينت وينتي سيفن مضروبه في الدين اللي هي تمانية تمام مضروبه وكوزاين مية وتمانين هي ماينس واحد هتساوي كام هتساوي ماينس هيتساوي شغل في هذه حالة ماينس كده فايف هندرد ناينتي فور بوينت سكستين جول يبدا عبارة عن الشغل بواسط مين بواسط قوة احتكاك كين بقى عايزي هو القوة العمودية الشغل الذي تبزيه القوة العمودية اذا رمزنا للشغل الذي تبزيه القوة العمودية بالرمز دابلو سري في هذه الحالة بيساوي بيساوي قوة العمودية ان اهو فالازاحة دي في كوزاين اللي بقى قوة العمودية وهذه الازاحة بين الازاحة والقوة العمودية تسعين درجة وكوزاين تسعين بكام بزيرو هو مافيش شغل وديه طبيعي لان مافيش حركة في اتجاه العمود مافيش حركة في الاتياء العمودية طيب قوة الجاذبية اهدي قوة الجاذبية ام جي الام جي اللي هي القوة الجاذبية الشغل الذي تبزيه القوة الجاذبية مسلا رمز لها نرمز لها بالرمز دابلو فور في هذه الحالة بيساوي مقدار القوة اللي هو ام جي طبعا في الازاحة اللي هي دي في كوزاين كام اهي بينهم كان بينهم بالازاحة كان برضو سعين درجة بكوزاين تسعين ساوي سفر طبعا شيء طبيعي برضو وممكن نوجد في الاخر الشغل الكلي المبزول على الجسم يبه الدابلو اهي توتل تساوي طبعا دابلو وان حسبناها الدابلو وان بكام سيكس هندرد بوين فور لو عوضنا عن القيم احنا نقلنا اف دي كوزاين تسيت الاف تمانين ادي بتمانية وكوزاين عشرين نوجد انا بسيكس هندرد وان بوين بوينت فور ماينس الشغل بواسط قوة تحت كاف اوجدناه برضو بساوي ماينس فايف هندرد فايف هندرد نانتي فور بوينت سيكستين وبعدين زائد زيرو الشغل بواسط القوة العمودية بلاس زيرو الشغل الناتج بواسط قوة الجاذبية في الاخر خاص يديني الشغل الكلي اللي هو سيفن بوينت تونتي فور جول دا عبارة عن الشغل الكلي المؤسر على الجسم شكرا لكم ونلتقى ان شاء الله في وحدة قادمة اشتركوا في القناة